هذه أبرز العنوين الدولية المغربية الشاب آدم بوفنتر يعبر عن سعادته الغابرة بعد توقيعه أول عقد احترافي معانا ليوفينتوس الإيطالية وليد الرقرق يصدم الجماهير المغربية بقرار طرد حاكم زياش من لائحة المنتخب المغربي لهذا السبب هشام تكيك يخرج بصعوضيحات مفاجئة للجمهور المغربي بعد الهزيمة أمام منتخب فرنسا والديانة نجملي للفرنسي أيو بودي يستنفر الاتحاد المغربي لكرة القدم بعد تدخل الاتحاد الفرنسي من أجل التفر بخدمتها قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جل الجرس باشي وصلك دائما أخبار المغرب أعرب اللعبة الدولية المغربية الشاب أدام بوفندر عن سعادته الغامرة بعد توقيعه على عقد احترافي جديد مع ناديه يوفينتوس الإيطالي يمتد حتى عام 2026 أكد بوفندر في تصريحات له أنه يتطلع لمواصلة مسيرته الكروية مع هذا النادي العريق معربا عن شكره للإدارة النادي على الثقة التي منحتها له ولأسرته ومحيطه على الدعم المستمر ويعتبر آدم بوفندر البالغ من عمر 18 عاما أحد أبرز المواهب الشابة في كرة القدم المغربية حيث سبق له تمتيل المنتخب المغربي في فئات أقل من 17 سنة وأقل من 20 سنة يرى المراقبون أن هذا العقد الجديد يعد خطوة مهمة في مسيرة بوفندر الكروية حيث يتوقع أن يخضى بفرصة أكبر للمشاركة في الفرق الأول لفريق يوفينتوس في المستقبل القريب أكدت المصادر المطلعة أن وليد الرقرقي مدرب المنتخب المغربي حسم في توجيه الدعوة للمهاجم غلط صرايا التركي حاكم زياش من أجل التواجد في المنتخب الوطني المغربي في المعسكة القادمة استعدادا لمواجهة منتخب الكابون ومنتخب ريسوتو أضاف المصدر ذاته بأن حاكم زياش قد يغيب عن المنتخب المغربي بسبب افتقاده للتنافسية حيث لم يعد يشارك مع فريق غادة صرايا التركية ما يؤكد بأنه خارج منافساته في الوقت الحالية وبات من حكم المؤكد خروج الدولي المغربي حاكم زياش من حسابات نادي غادة صرايا بعدما ظل حبيث دكة الاحتياط في المباراة الأخيرة دون المشاركة في أي دقيقة منذ عودة حاكم زياش من الإصابة التي تعرض لها شهر شتنبير الماضي في اللقاء لسوتو شارك في المباراة واحدة فقط رفقة نادي غادة صرايا ودخل فيها بديلا عند حضور الدقيقة الواحدة والسبعون لكن بعدها ظل حبيث الاحتياط دون منحه أي تدقيقة مع المدرب أوكامبروك وصار حاكم زياش خارج حسابات المدرب الحالي أوكامبروك والمبعد من مباريات الفريق حاليا محليا وأوروبيا حيث وصبح زياش يشعر بالغضب من هذه القرارات المفاجئة لدى المدربة بعدما ترك ناديه تشيتي السابقة وقدم تضحية مالية كي يوقع مع الفريق كتب زياش عبر حسابه بانستغرام مع صورة معبرة عن وضع حزينة مع طائرة في الخارج في إشارة إلى تغيير الأجواء مع كل شيء سلبي تكمن أشياء إيجابية حتى الساعة المتوقفة تظهر والوقت الصحيح مرتين حاكم زياش وبعد استبعاده من الفريق وافتقده للتنافسية تسير الأمور نحو استبعاده من لائحة المنتخبة المغربية المستدعات لمباراة الكابون وليسوتو من قبل وليد الرقرقية الذي يبحث عن أفضل اللاعبين في أفضل جاهزياتهم من أجل تجهيزهم للتفريب كأس أمم إفريقيا الذي سينظم في صيف السنة القادمة في المملكة المغربية علق هشامد كيكا مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم الوطنية داخل القاعة على تساؤلات المتابعين بشأن طريقة التي أدار بها المباراة الودية التي خسرها أسود القاعة أمام منتخب فرنسا الديوك يوم الثلاثاء الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد نشر هشامد كيكا تدوين عبر حسابه على الإنستغرام أوضح فيها أنه نظرا لأن هذه السنة ستكون خالية من المشاركة في المنافسات الرسمية فقد اتخذت قرارا مهما وهو العمل على معالجة نقاس منتخابنا وأبرزها تطبيق أسلوب اللعب بالحارس الطائر والاعتماد على مركز بيفيو أضاف هشامد كيكا قائلا لذلك قررنا يشراك حارس طائر في تلك المباراة رغم أننا لم نكن في حاجة إليها فالنتيجة المباراة لن تكون مفيدة إذا لم نتمكن من الاستفاد من خطط أخرى وإذا لم تكن لدينا استراتيجية واضحة للمستقبل فلا معنى للفوز في المباراة الودية ودعا هشامد كيكا الجماهر المغربية إلى التحل بالصبر مشيا إلى أن المنتخب المغربي دخل مراحلة جديدة في طور نحو التطور الأداء حيث قال رهاننا الآن هو الحفاظ على لقبنا والارتقاء إلى المراتب الدولية إن شاء الله يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم المجهودات مع اللعب يبعد موهبة نادي للفرنسي ذوي الوصول المغربية من أجل استقطابه لتمتيل منتخب المغرب بعدما لعب للمنتخب الفرنسي في الفئات العمرية خلال الفترة الماضية من جهة أخرى أكدت مصادر موقع وينوين إن اللعب أي بعدي وإذن اتحاد الكرة المغربي من خلال المسؤول على تنقيب في فرنسا جدد اتصالاته بأن اللعب لن يكون خاضرا مع أصول الأطلس أبرز أن الاتحاد المغربي يرهن على استقطاب بعد هذا العام ليكون ضمن الكتيبة المغربية التي سيتم الاعتماد عليها في كالزيوم من إفريق القادمة لما حفظ على ثبات مستوى في النادي يحمل بولي الجنسيتين الفرنسية والمغربية ما يجعله محطة صراع بين الاتحاد الفرنسي والمغربي باعتباره يلعب حاليا لدى منتخب فرنسا لقل من عشرون عاما بينما يسعى الاتحاد المغربي لإقناعه بالاندمام إلى أشبال الأطلس ومع تألقه رفقة فريق هيليل من جديد بعدما تمكن يمثل تأميل التجويج بجائزة أفضل لاعب في المباراة أمام يوفينتوس برسم الجولة الرابعة من منافسات دور أبطال أوروبا عاد اسم اللاعب إلى الواجهة مرة أخرى وسط صراع مغربي فرنسي للدفر بخدمتها